أنا كانت لي الفرصة للالتقاء بعدد قليل من الأشخاص الذين وصلوا حديثاً وأخيراً من أوكرانيا في إطار زيارتي إلى الحدود مع بولندا في يوم الخميس الماضي. لأيتم مزيد من الأنشطة الإغاثية. ننظر إلى أعين الأشخاص ونرى القلق في صفوف النساء والأطفال. حاجاتهم الطبية ضرورية بما في ذلك طبعاً الحاجات التي يحتاجها الرضاع والأمهات. وهم بحاجة إلى لقاحات وطبعاً هم بحاجة إلى دعم معنوي. والترحيب الذين حصلوا عليهم من الموظفين والمتطوعين والسكان كان رائعاً للغاية. سوف يكون لنا لقاء مطول مخطط له بشأن طبعاً صحة اللاجئين في إسطنبول. هذا سوف يجمع وزراء للصحة وطبعاً ممثلين عن اللاجئين وعن منظمات غير حكومية وجهات أخرى. لطبعاً تحديد الحاجات الحالية للاجئين على المدى الطويل. من خلال التنصيق نحن نسعى إلى وضع رؤية جديدة لصحة اللاجئين والنازحين عبر المناطق الأوروبية كلها. وطبعاً نركز حالياً على تزويد الدعم العاجل للمتطلبات الملحة داخل أوكرانيا من خلال دعوة أو من خلال مركز للتشغيل طبعاً لمنظمة الصحة العالمية. من إجل الإستجابة لطبعاً الحالات المتعلقة بالتروما وطبعاً هذا يتضمن أيضاً حشد فرق طبية لذلك. وطبعاً نستمر في تطويل تقديم المساعدة وهذا يشكل تحدياً كبيراً لأن هناك تأثر أو لأن سلاسل الإمداد تتأثر. وطبعاً بما في ذلك الأدوى المتعلقة بمرض السرطان ومدار السكري. طبعاً نقدر بأن يكون هناك ثمانين ألف من النساء الذين سوف يلدون أطفالهم بدون الحصول على أي رعاية لازمة للأمومة. طبعاً الاستمرار في توفير اللقاحات والعلاج لمن يعانون من التوبركلوز ومن أمراض أخرى مثل نقص المناعم أمر ضروري. نحن نعمل لتلبية هذه الحاجات البشرية من خلال منشآت دائمة ومن خلال خدمات متنقلة ومن خلال توفير المساعدات بمعدات التشخيص. طبعاً المستشفيات والمنشآت الطبية الأخرى يجب عليها أو يجب أن لا تكون أبداً هدفاً لأي ضربات بما في ذلك خلال الحرب والنزاع. حتى اليوم لدينا 16 تقرير مؤكد بهذا الشأن وطبعاً يتم التأكد من مزيد من المستشفيات والمنشآت الطبية التي تم استهدافها. وهذا يعد طبعاً ضربة للخدمات الصحية. اليوم نحتفي بيوم المرأة العالمي. هذه اللحظة يجب أن نحتفي فيها النساء وقدرتها على التطوير وتحسين العالم الذي نعيش فيه. بما في ذلك بصفتها طبعاً بطلات في العالم في كافة المجالات. ولكن مع هذه التطورات في أوروبا الشرقية أو النعم الشرقية هناك حاجة ما سائل النظر في وضع النساء. فهؤلاء النساء هم المستجبات الأول أو في الصفوف الأولى. 71% من المنازل في المناطق المتنازع عليها كانت تتم إدارتها من قبل النساء. وهذا العدد يتزايد كل يوم. 83% من النساء هم يشكلون طبعاً القوى العاملة. النساء يقومون بتوفير المساعدة وهم يقومون بوضع حياتهم على المحاك من أجل توفير الخدمات القادرة على إنقاذ الحياة. حتى في مناطق النزاع حيث تواجه النساء طبعاً حاجات أو مخاطر وهي لديها حاجات خاصة. النساء طبعاً العجز وطبعاً من يعانين من معوقات الجسدية هم الأكثر حاجة إلى المساعدة. وطبعاً هما عرضة للهجمات العسكرية وللعنف والتحرش والاستغلال الجنسي. طبعاً حاجات الطبية للنساء والفتيات. بما في ذلك الحالة الطارئة والفتيات.